موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم أستاذ المشاهدين أينما تكونون إلى برنامج الحصاد الاقتصادي من قناة عدن الفضائية نستهلها بالعنوين موسيقى رئيس الوزراء يشدد على الدور الحيوي لميناء عدن والمنطقة الحرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد موسيقى البنك المركزي يثبت الدولار بسعر 506 ويحمل الإنقلابين مسؤولية انهيار العملة موسيقى محافظات تعز ولحج يتفقد طريق هيجة العبد ويداش نال عمل في مشروع حمايته من السيول والانهيارات الصخرية موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهد الكرام إلى التفاصيل شدد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على الدور الحيوي والمحوري لميناء عدن والمنطقة الحرة في النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري بالعاصمة الموقتة عدن ومختلف محافظات الجمهورية مؤكدا حرص الحكومة على الاستفادة المثلى من كامل إمكانات عدن خاصة في مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية وخدمة أبنيها وتشكيل قوى الدفع لتحقيق أداء اقتصادي قوي جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن وتدارس الاجتماع عددا من الرؤى والأفكار والحلول الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل وتجاوز التحديات القائمة لتحسين الأوضاع الاستثمارية مشيدا بما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الستة الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ عشر سنوات وتسجيل خروج نحو 11500 حاوية في الشهر الواحد وأشدد على ضرورة استمرار الجهود لنعاشي الحركة التجارية ورفض الاقتصاد الوطني وكل ما يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية أقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة الموقعة عدن توفير الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع مع عدل كماليات بسعر 506 ريالات للدولار الواحد وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني أن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية وضاف أن الإجراء يأتي بسبب المضاربة المستمرة على العملة من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للميليشيات الحوثية الذين تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق وتابع البيان من المتوقع أن تعارض الميليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي كما من المتوقع أيضا أن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاستفادة من ذلك الإجراء مفاضلة استمرارها في تعزيز السوق السوداء التي تديرها وتمول نشاطها منها كما دعا البنك المركزي الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة رأسها وزير الكهرباء محمد العناني ومحافظ العاصمة المواقع عدن أحمد سالم ربيع اجتماع لمناقشة الاحتياجات الطارئة لمؤسسة كهرباء عدن وخلال الاجتماع كدى الوزير أنه رغم ضعف الإمكانيات إلا أن المؤسسة استطاعت أن تقدم خدمات أفضل مما كانت عليه قبل سنوات وتطرق الوزير إلى الإشكاليات التي تواجه المؤسسة في عملية التوزيع داعيا إلى ضرورة عمل خطة مستقبلية لتطوير الشبكة الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية ومن جانب أبدى المحافظ استعداد المحافظة تقديم مبلغ 70 مليون ريال لكل منطقة وتطرق إلى ما يتضمنه البرنامج الاستثماري من مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية منوها إلى أن قيادة المحافظة تدعم بقوة كل مشاريع الكهرباء في المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشوال في العاصمة المواقعة عدن المشروع الوطني للمسح الميداني للمؤسسات التدريبية الفنية والتقنية وكليات المجتمع في المحافظة المحررة وفي التدشين كدى الوزير الأشوال أهمية المسحة في معرفة واقع المؤسسات التعليمية وتدريبية وطبيعة التجهيزات والكادر البشري المتوفرة في المؤسسات والمناهج والبرامج التعليمية والاطلاع على الجانب الإنشائي وذلك لبناء خطط واستراتيجيات تطويرية حسب المعلومات التي ستخرج منها عملية المسحة المدرج ضمن أنشطة الوزارة خلال العام الحالي التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نيزار باصهيب في العاصمة الموقتة عدن مع مديرة منظمة المساعدات البولندية في اليمن بولا أناجيراك واناقش اللقاء خطة عمل منظمة في عدد من المجالات وفي سياق متصل وقع نائب وزير التخطيط الاتفاقي الأساسية مع منظمة ذا هولو ترست ممثلة بمدير المنظمة نيكولاس توربيرت بحضور ممثل منظمة في اليمن محمد أبو رمان وبموجب الاتفاقية تفتتح المنظمة مكتبا لها في العاصمة الموقتة عدن كرمت وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في العاصمة الموقتة عدن 55 من القيادات والكوادر والموظفين المتقاعدين بالوزارة ومؤسساتها ومصانعها ومكتب عدن ومنحتهم الشهادات التقديرية لجهودهم وتفانيهم في مهام عملهم حضر الحف نائب وزير الصناعة سالم الوالي ورئيس الهيئة العمال المواصفات والمقييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس ونائب مدير مكتب الصناعة بعدن هشل أحمد جابر وأحمد السليماني أكد مدير مكتب الأمم المتحدة في بلادنا مروان علي حرص المكتب الأممي على العمل المشترك بين المكتب وسلطة المحلية بمحافظة عدن بقيادة المحافظ أحمد ربيع وأشعار المدير الأممي مروان علي خلال استقباله محافظة المحافظة إلى أن المكتب يحاول وبكل السبل نقل صورة عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه عدن ونوها إلى أن مكتب الأمم المتحدة مستعد لتقديم يد العون للمحافظة في كل المجالات من جانب عبر المحافظة عن تطلعه لتطوير الشراكة مع المكتب الأممي وأشار إلى أن المحافظة تطمح لتنفيذ العديد من المشاريع ذات التمويل الكبير وذات الأهداف الاستراتيجية والتي يمكن الأمم المتحدة أن تسهم فيها إسهاما فعالة أشاد محافظ محافظة عدن أحمد ربيع بالجهود التي يبدلها العاملون في شركة بوترو مسيلا التي تنفذ مشروع كهرباء عدن الجديدة وقال المحافظ خلال زيارته لموقع المشروع إن الشركة قطعت شواطا كبيرة من حيث الأعمال الإنشائية وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة مطالبا المهندسين بالسير على نفس الوتيرة للوصول للغاية والهدف وفي الوقت المحدد وكان محافظ عدن قد استمع إلى شرح من المشرفين عن الأعمال المتبقية في الموقع وسلسلة الإجراءات التي قامت بها الشركة للحفاظ على المعدات التي وصلت إلى الموقع وكذا الاختبارات التي أجريت لتلك المعدات لضمان ديموتها قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان معه محافظ محافظة لحجة لواء الركن أحمد التركي بزيارة تفقدية لأعمال الصيانة الجارية لطريق هيجة العبد الاستراتيجي وتنشين العمل في مشروع حماية الطريق من أضرار السيول والإنهيارات الصخرية وإطلع المحافظة شمسان والتركي على سير أعمال التاهيل المستمرة لطريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز بمحافظته لحج وعدن وما تم إنجازه من قبل الشركة المنفذة بدعم حكومي وأعلن المحافظة شمسان عن إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببدء العمل في طريق صحي كربة الذي يربط مدينة التربة جنوب تعز بمنطقة طور الباحة بمحافظة لحج من جانب يعتبر محافظة لحج أن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على سير الأعمال المنفذة في الطريق وحث العاملين على تسريع وتيرة الأنجاز مؤكدا أن هذه المشاريع ستخفف كلفة النقل وتلبية الاحتياجات المعيشية وسهولة التنقل للمواطنين زر محافظ أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين محلج القطن بمدينة الكود وذلك في إطار الاهتمام والرعاية التي توليها قيادة محافظة أبيان لمحصول القطن النقدي الهام وإطار تسجيع المزارعين لمحصول القطن طويل التيلة الذي تشتهر به محافظة أبيان وإطلع المحافظة خلال زيارته على عملية حلج القطن طويل التيلة مشيدا بالجهود التي يبدلها المشرفون والعاملون والعاملات في المحلج وأكدا مواصلة الجهود بكل همة للارتقاء بنشاط المحلج انطلاقا من أهميته الاقتصادية ودوره في تشغيل العديد من أبناء المنطقة كما دعا المحافظ جميع مزارعي أبيان إلى الاهتمام بزراعة المحصول وزيادة المساحات المزروعة منه نظرا لمردوده الاقتصادي والاجتماعي الهام ودوره في تشغيل قطاع واسع من العمالة المحلية وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمزارعين أقر الاجتماع برئاسة وكيل محافظة سوقاطر رائد الجريبي تشكيل لجان من الجهات الضبطية المختصة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمديريتي حديبا وقلنسية وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القانونية أكد الجريبي حرص السلطة المحلية على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين وإصارض الاجتماع علية للعمل الجديد لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي تلاعب لما لها من أثر سلبي على الحياة المعيشية للسكان وخاصة ذوي الدخل المحدود اطلع وكيل أول لمحافظة السوق قطر الرائد الجريبي على سير العمل في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة واستمع الوكيل من مدير فرع مؤسسة الكهرباء سالم هادف إلى شرح عن طبيعة عمل المؤسسة وهم المتطلبات والاحتياجات لضمان استمرار تحسن مستوى خدمة الكهرباء مشيدا بجهود دارة وعمال مؤسسة الكهرباء بالمحافظة وتفانيهم في أداء عملهم اليومي لضمان استمرار التيار الكهربائي بشكل أفضل مشاهدي الكرام في ختام جولة الحصاد الاقتصادي لهذا الأسبوع نذهب أيكم إلى سعر بيع وشراء الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر مشاهدي الكرام شكرا لكم طيب الإصغاء والمتابعة انتهى الحصاد الاقتصادي لهذا الأسبوع ألتقيكم بإن الله الأسبوع المقبل في الحصاد الاقتصادي الجديد كنوا بخير ترجمة نانسي قنقر